بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول التعليم المستمر حياكم الله في لقاء متجدد مستمر على مائدة اللغة العربية في مادة لغتي من هذا الفصل الدراسي الأول حياكم الله أحبتي نستكمل بارك الله فيكم درسنا الذي بدأناه في الحصة يوم أمس حرف د هذا الدرس يا حبتي تلاحظون أننا نأخذه على فترات مختلفة في كل حصة في كل درس نتعرف بارك الله فيكم على شيء جديد وهذا هو يا حبتي نهجنا في حياتنا أن في كل يوم يا حبتي نتعرف على معلومات جديدة نتعرف على شيء جديد بإذن الله تفيدنا في حصيلتنا المعرفية إذن يا حبتي بارك الله فيكم حرف د هذا هو حرفنا وضيفنا شكله لمن لا يعرف شكله هذا هو شكل حرف د كما هو ظاهر أمامكم هذا هو شكله يا حبتي حرف د هناك حرف يشبهه كثيرا سنتعرف عليه وسنأخذه في بعد هذا الحرف مباشر وبعد الانتهام من هذا الحرف لاحظوا يا حبتي هذا الحرف يشبهه تماما حرف د تماما يشبهه فقط الاختلاف أن هناك النقطة في أعلى هذا الحرف سنتعرف عليه بإذن الله لاحقا ولكن ما يهمنا الآن هو هذا الحرف حرف د لاحظوا بارك الله فيكم حرف د في دروسنا السابقة تعرفنا على قراءة الحرف بأصواته المتعددة فقرأناه بصوت الفتحة د ثم قرأناه بصوت الفتحة وحرف المد د ثم قرأناه بصوت الكسرة بصوت الضمة د ثم قرأناه بصوت الضمة وحرف المد أو فقلنا د وكذلك يا حبتي قرأناه بصوت الكسرة د ثم قرأناه بصوت الكسرة مع المد د تعرفنا عليه كذلك عرفنا سويا كلمات فيها حرف د سواء في أولها حرف د أو في آخرها حرف د أو في أثناء الكلمة في وسط الكلمة حرف د فأخذنا يا حبتي دراجة أخذنا ورد أخذنا كذلك خالد ثم أخذنا يا حبتي كلمات كثيرة دمية هذه الكلمات يا حبتي الأصوات حرف الد فيها متعددة مختلفة تعرفنا عليها قرأناها سويا في هذا الدرس بإذن الله عز وجل سننتقل من مهارة التركيز القرائي إلى التركيز على شيء آخر وهو التركيز في الرسم الكتابي سنكتب سويا يا حبتي حرفنا وضيفنا حرف د إذن يا حبتي بارك الله فيكم أحضروا أقلامكم واستعدوا معي بتفاعلكم المعتاد فأهلا وسهلا بكم حسنا يا حبتي حرف د لاحظوا هنا أن هذا الدرس هو الدرس الرابع من دروس هذا الحرف حرف د هذا كتابنا يا حبتي نحضر الكتاب سريعا ونستعد للفتح على الصفحة المطلوبة منا حسنا يا حبتي بسم الله الرحمن الرحيم نبعوا درسنا حسنا يا حبتي نفتح يا حبتي بارك الله فيكم على الصفحة المطلوبة نعم صفحة ست وثلاثين ست وثلاثين لاحظوا معي بارك الله فيكم بنفس الطريقة نتعرف على المطلوب في الأعلى ولاحظ ثم أكتب إذن في البداية يا حبتي لابد أن نعمل أعيننا في الملاحظة جيدا ثم بعد ذلك نبدأ بالكتابة إذن نلاحظ ثم ماذا ثم نكتب سويا لاحظوا بارك الله فيكم حرف د في البداية لاحظوا معي بارك الله فيكم كيف يبدأ من أين يبدأ أصلا لاحظوا هذا هو السطر هذا هو الخط الذي تستقر عليه جميع الكلمات وجميع الحروف لاحظوا بارك الله فيكم أننا حرف د نبدأ من أعلى السطر من أعلى السطر نرتفع قليلا ثم ننزل بميلان خفيف إلى أن نصل إلى السطر ثم ماذا نفعل؟ نتجه يسارا عند رسمي هذا الحرف طبعا كل هذا يا حبتي يكون بالهدوء بالتركيز وعدم الاستعجال إذن لاحظوا يا حبتي بارك الله فيكم هذا حرف د هذا شكله إذا أتى في أول الكلمة دمية بهذا الشكل دراجة بهذا الشكل حسنا إذا أتى حرف د في أثناء الكلمة وهذا ما سنأخذه بإذن الله في دروس قادمة بمشيئة الله يرسم بهذا الشكل يتصل بالحرف الذي قبله ثم ماذا نفعل؟ نرتفع أعلى السطر ثم ماذا نفعل؟ من هنا نكمل رسم بقية الحرف هذا حرف د في أثناء الكلمة في وسط الكلمة يأتي في الغالب بهذا الشكل وكذلك في آخر الكلمة لاحظوا بارك الله فيكم هنا هذه الحروف نريد منكم بارك الله فيكم التركيز زيدا كيف كتب حرف د هنا لاحظوا يا حبتي على السطر وعلى الخط البرتقالي أو الأحمر رسم حرف د مستقرا تماما لاحظوا موقعه من الخطوط التي في الآلة والتي في الأسفل لم ينزل أبدا حرف د من الحروف التي لا تنزل أسفل السطر إطلاقا لاحظوا هنا لم ينزل التي نزلت الحركة لاحظوا بارك الله فيكم إذن حرف د يأتي مستقرا تماما على السطر نبدأ من أعلى السطر ثم ننزل إلى أن نصل إلى السطر ثم نذهب يسارا ثم بعد ذلك نرسم الحركة المطلوبة سواء فتحة أم كسرة أم ضمة أم سكون إذن يا حبتي الآن يا حبتي أريد منكم بارك الله فيكم كالمعتاد أن تبدأوا بكتابة حرف د معي ولكن يا حبتي بارك الله فيكم نريد أن نبدأ الكتابة من بعد أن نكتب هذا الحرف الرمادي بعد أن نرسم فوق أو نكتب فوق هذا الحرف مع الحركة نبدأ من السطر الأسفل نبدأ يا حبتي من السطر الأسفل صعودا إلى الأعلى إذن نبدأ من السطر الأسفل ثم نصعد إلى الأعلى إذن يا حبتي بارك الله فيكم أول شيء أريده منكم ملاحظة طريقة رسم الحرف دعوني أكتبه بخط أو بلون أميز أولا أريد منكم ملاحظة طريقة رسم الحرف ثانيا أريد منكم بارك الله فيكم هنا أن تكتبوا الحرف فوق الخط الرمادي ثم ثالثا يا حبتي بارك الله فيكم أن تبدأوا من الأسفل صعودا إلى الأعلى صعودا إلى الأعلى فإذن يا حبتي بارك الله فيكم واحد ملاحظة طريقة رسم الحرف اثنان كتابة الحرف فوق الخط الرمادي ثلاثة ننزل إلى السطر الأخير ونرسم الحرف مستعينين بماذا ونلاحظ طريقة رسم الحرف في الأعلى ثم ماذا نفعل نصعد إلى الأعلى ونرسم الحرف هذا نطبقه عموديا ما معنى ذلك أن نبدأ في البداية من هنا لا ننتقل إلى الكسرة أو الضمة أو السكون نبدأ أولا في حركة الفتحة فقط لا غير ثم ننتقل إلى العمود الآخر لا ننتقل من العمود إلى العمود حتى ننتهي من كتابة الحروف المطلوبة في العمود الأول إذا انتهينا من كتابة الحروف في العمود الأول ننتقل إلى العمود الآخر وكذلك حتى ننتهي من رسم الحروف كذلك يا حبتي هنا بنفس الطريقة أريد منكم عند نهاية كتابتكم أن تقيموا كتابتكم تقييما ذاتيا خذوا وقتكم يا حبتي أرسموا هذه الحروف رصما صحيحا بالتركيز بارك الله فيكم وسأعود لكم بإذن الله عز وجل بعد عشر دقائق أتوقع بإذن الله أنها كافية لكتابتكم هذه الحروف شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم حسنا يا حبتي الآن أنا متأكد أنكم كلكم جميعا انتهيتم على الأقل من العمود الأول فأكتب الآن معكم العمود الأول لا تتوقفوا أكملوا فقط سأكتبه لكم حتى يتضح الصورة في البداية ألاحظ في البداية ألاحظ شكل رسم الحرف وعلى أي خط كتب ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الخط الرمادي أرسموا فوق الخط الرمادي بهذا الشكل مع الحركة ثم أنتقلوا إلى أسفل سطر يا حبتي وأرسموا الحرف بهذا الشكل لاحظوا يا حبتي بهذا الشكل والحركة أضعها كما هو واضح في الأعلى هنا بهذا الشكل ثم بعد ذلك أنتقلوا إلى الأعلى وأرسموا الحرف مرة أخرى بهذا الشكل تماما والحركة هنا حسنا بهذه الطريقة أكون انتهيت من العمود الأول بعد ذلك أنتقل إلى العمود الثاني وأرسموا الحرف بنفس الطريقة بدءا من ملاحظة الحرف ثم الخط الرمادي الكتابة فوقه ثم الانتقال إلى السطر الأسفل ثم الصعود إلى السطر الأعلى بالتوفيق حسنا شكرا 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 حسنا يا حبتي أنا متاكد أنكم انتهيت من الحمود الثاني وكذلك العمود الثالث ننتقل للعمود الثاني نلاحظ طريقة رسم الحرف أولا ثم نرسمه فوق الخط الرمادي بهذا الشكل الحركة في موقعها المحدد بين الخط المنقط الأزرق والخط البنسجي ثم ننتقل إلى الأسفل يا أحبتي لرسم حرف د بحركة الكسرة موقع الكسرة هنا ثم ماذا نفعل يا أحبتي نصعد إلى الآلة لنرسم حرف د بهذه الطريقة حركة الكسرة هذا مكانها كذلك العمود الثالث بهذا الشكل تماما ضمه ثم ننتقل إلى الأسفل لنرسم حرف د وحركة الضمة أعلى الخط الأخضر حرف د حركة الضمة ثم في العمود الأخير يا أحبتي أنا أمتكد أنكم الآن في أثناء العمود الأخير نرسم بهذه الطريقة تماما حركة السكون بهذه الطريقة أحبتي نرسم حركة السكون ثم نصعد إلى الآلة ونرسم حرف د بحركة السكون لاحظوا بارك الله فيكم من المهم جدا أن الخط الأعلى لحرف د لا يتجاوز الخط الأسفل معنى ذلك هذا دعوني أوضح لكم بقلم التمييز هذا هو الخط الأعلى وهذا هو الخط الأسفل الخط الأعلى يا أحبتي الخط الأعلى لا يتجاوز الخط الأسفل إذا رسمنا عمودان أو خطان عموديان نلاحظ موقع الخط الأعلى من الخط الأسفل فمن الخطة يا أحبتي عند كتابة حرف د مثلا أن نرسمه بهذا الشكل فيكون الخط الأعلى أطول من الخط الأسفل من المهم يا أحبتي أن يكونان متساويان أو يكون الخط الأسفل أطول من الأعلى فبهذه الطريقة لا بأس متساويان تقريبا لو رسمنا خطا من هنا لا عرفنا أنهما متساويان ولكن يا أحبتي لا يكون الخط الأعلى أعلى أو أطول من الأسفل فنلاحظ هذه يا أحبتي عند كتابتنا لحرفنا وضيفنا حرف د حسنا يا أحبتي الآن كل واحد منكم يا أحبتي بارك الله فيكم يقيم نفسه في كتابة هذا الحرف حرف د هل كتبته بشكل صحيح أم لا بناء على ماذا بناء على الكتابة هذه التي على الشاشة أمامكم تأملوها جيدا لاحظوها جيدا كل حرف من هذه الحروف تأملوا موقع كتابتك من الحرف هل كتبته على السطر أم كتبته أسفل السطر أم كتبته أعلى السطر هل كتبته بشكل صحيح هل رسمت الحركة بشكل صحيح في موقعها ومكانها الصحيح كل هذه الأشياء تساعدنا في تقييم أنفسنا في مهارتنا لمهارة الكتابة فما أجمل أن نقيم أنفسنا ونضع كالعادة بجانب كل حرف كتبناه بشكل صحيح على متى صح الآن يا أحبتي بارك الله فيكم ننتقل إلى آخر فقرات درسنا لهذا اليوم هنا لاحظوا معي هذه الكلمات في نفس الصفحة لديكم تأملوها جيدا بارك الله فيكم كلمة كلمتان ثلاث أربع لاحظوا يا أحبتي هذه الكلمات ربما لأول مرة تمر علينا كلمات جديدة تمر علينا ولكن المطلوب هنا يا أحبتي مكتوب في الآلة أرسم أرسم دائرة حول الحرف د ثم أكتبه ما حركته إذن أرسم دائرة حول الحرف د ثم أكتبه مع حركته هل مطلوب مننا قراءة؟ لا لم يطلب مننا قراءة هل مطلوب يا أحبتي شيئان؟ أولا أرسم دائرة حول الحرف د في كل كلمة من هذه الكلمات نبحث عن حرف د نرسم حوله دائرة ثم ماذا نفعل؟ نرسمه في الأسفل حرف د الذي رأيناه نرسمه ونكتبه كما هو مع حركته التي عليه هيا بنا يا أحبتي أرسموا دائرة جدوا حرف د عثروا عليه ارسموا عليه دائرة ثم أكتبوه في الأسفل بشكله المكتوب في الكلمة هيا بنا بارك الله فيكم شكرا حسنا يا أحبتي الكلمة الأولى أنا متأكد أنكم انتهيتم منها حرف د هذا هو نرسم حوله دائرة ثم نكتبه في الأسفل بهذا الشكل مع حركته حركة الضمة حسنا لاحظوا يا أحبتي كتابتنا الحرف د تكون على السطر تماما لا تنسى أسفل السطر فمن الخطأ يا أحبتي مثلا أن نرسم حرف د بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة أسفل السطر هذا كله من الكتابات الخاطئة لحرفنا حرف د كلمة الثانية حرف د هنا تعملوا جيدا بارك الله فيكم حرف د هنا أتى في آخر الكلمة نرسم حوله دائرة أيضا ثم نكتبه يا أحبتي في الأسفل إذن دائرة حول حرف الداء ثم نكتبه في الأسفل كيف نكتبه في الأسفل نعم بنفس شكله الذي أتى في الكلمة خط اتصل بالحرف الذي قبله ثم نرتفع لنرسم حرف الداء ثم من هنا يا أحبتي نرسم بهذا الشكل وتنوين الضم لاحظتم يا أحبتي بارك الله فيكم نعم بهذا الشكل تماما الكلمة الثالثة حرف د نرسم دائرة حول حرف د ثم نكتبه مع حركته في الأسفل بهذا الشكل في الكلمة الأخيرة حرف د هذا هو نكتبه في الأسفل مع حركته المرسومة أسفل إذن يا أحبتي بارك الله فيكم لاحظوا لاحظوا هنا بارك الله فيكم أننا نرسمنا حرف د بشكل واحد في الكلمة الأولى والكلمة الثالثة والكلمة الرابعة بينما الكلمة الثانية حرف د هنا اتصل بالحرف الذي أتى قبله فوضعنا خطا متصرا بحرف الد من الخلف لاحظوا بارك الله فيكم حرف د هنا كيف كتب خط ثم ارتفعنا لرسم حرف د بهذا الشكل خط اتصل بالكلمة التي قبلها ثم رسمنا حرف د بهذا الشكل كذلك قيمة أنفسكم هنا في كتابتكم لهذه الحروف حرف د جميل جدا درسنا كان اليوم بتفاعلكم درسا جميلا بارك الله فيكم شكرا لكم جزيلا على تفاعلكم المستمر معي انتهينا بحمد الله من التركيز والرسم الكتابي لهذه المهارة المهمة جدا التي أتت بعد قراءتنا لكلمات وأشكال حوة حرفنا وضيفنا حرف د شكرا لكم أتقيكم بمشاعة الله في الدرس القادم لجديد من المعلومات والمعرفة السلام عليكم